الحديث الثامن والأربعون ينقله عن تفسير فرات الكوفي بسنده عن قبيصة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قبيصة يسأل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ماذا قال إمامنا الصادق أجابه بكلمة واحدة قال فينا فماذا يقول قبيصة لما سمع جواب الإمام فينا قلت إنما أسألك عن التفسير إنها الثقافة الناصبية في فهم التفسير لأنها هي الثقافة الشائعة حتى في زمان الأئمة ما هو هذا هو التفسير لما قال إمامنا الصادق فينا هذا هو تفسير الآية وانتهينا قلت إنما أسألك عن التفسير إلا إذا كان مراد قبيصة التفصيل وهو لا يظهر من هذا الإمام بعد ذلك فصل له قلت إنما أسألك عن التفسير قال نعم يا قبيصة إذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا إلينا فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد من الله وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم في الروايات من أننا نعطيهم نعطي الناس حتى يرضوا وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه محمد عنهم فإذا كان من المظالم فيما بينهم وبين اهل النار يخفف عن اهل النار حتى يسقط مظالمهم عن اشياع اهل البيت يخفف من نارهم من عذابهم واذا كانت المظالم فيما بينهم وبين اهل الجنان ولم يسقط اهل الجنان ذلك عنهم فان محمدا وآل محمد سيطلبون من اهل الجنان ان يسقطوا حقوقهم عن بعضهم البعض الذين يرفضون ان يسقطوا حقوقهم يعطون درجات في الجنان هذا هو المراد وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم اداه محمد عنهم صلى الله عليه وآله وما كان فيما بيننا وبينهم فيما بين اشياعنا وبيننا نحن وهبناه لهم حتى يدخل الجنة بغير حساب هذا هو الذي اشرت اليه من ان جمعا من اولياء علي وآل علي يدخلون الجنة بغير حساب وحينما قلت من انهم دفعوا فواتير الحساب في الدنيا قدموا ما قدموا من الطاعة لأئمتهم وكان ما كان منهم من اخلاصهم رغم ذنوبهم ورغم تقصيرهم ورغم ما يحدث من مظالم فيما بينهم وبين الاخرين لكنهم دفعوا فاتورة حسابهم في الدنيا فان الامة يتعاملون معهم بهذه الطريقة فيدخلون الجنة بغير حساب اقرأ عليكم الرواية مرة اخرى وبها اختم الحديث عن قبيصة عن ابي عبد الله في قوله عز وجل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم قال فينا قلت انما اسألك عن التفسير قال نعم يا قبيصة اذا كان يوم القيامة جعل الله حساب شيعتنا الينا فما كان بينهم وبين الله استوهبه محمد من الله صلى الله عليه وآله وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم اداه محمد عنهم صلى الله عليه وآله وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم حتى يدخل الجنة بغير حساب ترجمة نانسي قنقر